اشتركوا في القناة في مختلف بقاع العالم والتي تأتي ضمن مساعي مملكة البحرين في ترسيخ التضامن الدولي وانطلاقا من الروابط الأخوية والإنسانية التي تجمع مختلف شعوب العالم وأكد سموه بأن هذا الموقف الإنساني والتوجيهات الملكية السامية تعكس عبقى العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء حفظه الله مؤكدا سموه تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وعرب سموه عن وقوف مملكة البحرين إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في هذا المصاب الأليم والعمل على رفع المعاناة عن المتضررين وتخفيف ألم أسر الضحايا انطلاقا من الواجب الإنساني الذي يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وعاداتنا العربية الأصيلة وتأكيدا للعلاقات المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة داعيا المولى عز وجل أن يحفظ المغرب وقيادتها وشعبها الشقيق من كل مكروه وأن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنى على المصابين بالشفاء العاجل من جانبه بين الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأنه في ظل المصاب الأليم الذي تعرضت له المملكة المغربية الشقيقة وعلى ضوء تكليف جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وبتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة فقد قامت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بعمل الترتيبات اللازمة لتقديم مساعدات عاجلة بالتعاون مع الوزارات الحكومية والجهات المعنية للعمل على توحيد الجهود وتقديم الدعم اللازم في أسرع وقت ممكن وقال بأن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة سوف تعمل على دعم ضحايا الزلزال والعمل على رفع معاناة أسرهم والتخفيف عنهم في هذا المصاب الأليم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر